تعالوا نشوف مع بعض صاحب السلسية أو صاحب الهاترك خالد يحيى زي ما احنا شوفنا في الملخص ثلاثة أهداف حلوين ابتدت الأهداف بكرة سابتة ركنية وكرة السابتة طبعا الركنيات واحدة من العوامل المهمة في تزيد الأهداف هنا اشتاقى فوق الجميع وحطها لكن بقدمه اليومنا هدف من الأهداف الحلوة وده اللي فتح المباراة خالد يحيى واحد من اللاعبين المميزين أيضا في فريق 2009 الهدف الثاني برضو هدف من الهدف الحلوة وفيها زكاء من اللاعب خالد يحيى من نص الملعب وقدر يشوف حارس المرمى ده الهدف الثاني للناد الأهل وأيضا عن طريق نفس اللاعب خالد يحيى اللي أحرز هاترك في هذه المباراة هنا شاف حارس المرمى وحطها بزكاء بطن رجلو تحرك زكي أيضا أنه قدر يضرب مصات التسلل ما وعش في مصات التسلل وحطها بزكاء من فوق حارس مرمى الجونة زي ما احنا شافين احتفالات لعيب الناد الأهلي فرحة لعيب الناد الأهلي فريق 2009 واحد من الفرقة المميزة مع كابتن ياسر محمدين وده الهدف الثالث وأسست رائع وأيضا لخالد يحيى اللي قدر يضرب مصات التسلل وراح ورغ حارس المرمى مهارة عالية وقدر يحطها في شباك المرمى وده الهدف الثالث لهاترك خالد يحيى